أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لحضراتكم انتظروا قرارات لجنة إدارة الأزمة اللي تم تكونها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي في قراره الأخير بعد اجتماع مجلس الإدارة أول قرار الأهلي يسلم شكوى إلى المحكمة الدولية ويسدد الرسوم المالية قام وفد النادي القانوني اليوم بتسليم الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية بخصوص قرار كاف غير المحايد والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدور رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره كما قام الوفد القانوني بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة والتأكيد على طلبات النادي إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى وأن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه رقم 2 كابتن محمود الخطيب رئيس اللجنة بيكلف كابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامير عدلي بالسفر المبكر للمغرب قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تكليف كل من كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة النادي الأهلي قبل بوعد المباراة النهائية لدور الأبطال والتي أعلن كاف عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم ترجمة نانسي قنقر